نعم أهلاك بداية تحدثنا عن الأسواق الأمريكية وإغلاقها كيف تعلق عليه بجاسة نهاية الأسبوع بالنسبة للسؤول الأمريكي الحقيقة ما يؤثر عليه أكثر شيء الآن هو حجم النمو الآتي في الربع الثالث والربع الرابع فنرى أن يالن رئيسة البنك المركزي نسبياً مطمئنة لأنها وعدت أنها سترفع الفوائد قبل إخل السنة وبالتالي فترى أنها مطمئنة إلا أن أرباح الشركات لا تزداد كثيراً في المدحة الأمريكية خاصة أن هناك قسماً كبيراً من الشركات التي تتعامل مع المواد الولية بشكل أساسي التي تنتج المواد الولية نعم يعني أكثرها ببضع صعب رأينا اليوم جلينكور ماذا يحصل لها في السوق وطبعاً الشركات النفطية شركات الغاز إلى آخر كل ما وبالمقابل هناك الشركات تستفيد من ازدياد الأرباح إلا أنها لا تستطيع أن تصدر كثيراً هذه اليوم نتيجة الدولار القوي وانحصار الاقتصاد الأسيوي نعم رأينا هذا في نتائج مثلاً كاتربيلر نعم وبالتالي فالمحصلة أن السوق لا يبقى مكانه يعني من جهة هناك وعود بنمو ومن جهة أخرى الأرباح ليست يعني بالمقدار الذي نتوقع فالسوق مكان الروح يوم يعني ما زال على مستواه منذ الآن حوالي 9 أشهر نعم طيب إلى أي مدى سيبقى أثر ارتفاع عنفاق المستهلكين في الأسواق الأمريكية يعني هناك مسألة إيجابية في الاقتصاد الأمريكي نتكلم عنها كثيراً وهي أن المستهلك الأمريكي يرتفع استهلاكه حتى اليوم في بعض الظهر رقم متعلق بالاستهلاك الأمريكي ومنطقة أن يزداد أيضاً والسبب أن الإدخار في أمريكا من أعلى مستويته منذ الثمانينات إذا لا نقول الثمانينات فالمستهلك الأمريكي يستهلك دون أن يأخذ الكثير من القروض وهذا قد يكون الدافع الأساسي لارتفاع الأسواق بعد فترة إلا أنه سيطال قطاع معين من البرصة ولن يطال كل شيء لن يكون مثل ما كان السوق بين 2009 و2014 حيث يرتفع كل شيء كل الوقت أيضاً لحظة ارتفاع الصادرات بنسبة 15% تزمنت مع ارتفاع الوالدات بنسبة 3% يعني بماذا يفسر هذه النسب خصوصاً في ظل استقرار مؤشر أسعار نفقات الأستهلاك الشخصي الذي يقيس معدل التضخم عند 22% على أساس سنوي وهي نفس القراءة السابقة يعني بالنسبة للتجارة الخارجية الأمريكية من الواضح أن هناك عدة عوامل تؤثر عليها وهي أولاً التي تكلمنا عنه أن زيادة الاستهلاك الأمريكي وارتفاع الدولار الذي يخفض مسار البضاعة المستوردة وإذا عضفنا إلى ذلك أن الدولار يخفف من التصدير ارتفاع الدولار يخفف من التصدير والنموء البطيء في العالم كل هذه العوامل تؤثر على الميزان التجاري الخارجي ومن المفروض أن يكون ذلك سلبياً على الميزان التجاري الخارجي فكلما ارتفع الدولار في التاريخ وصلنا إلى هذه الحالة ومررنا بعمدة محطات في التاريخ إلا أنك دائماً دائماً بعد فترة من الزمان عندت أشهر الميزان التجاري يكون سلبياً أكثر فأكثر في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً من ضمن الأحداث في الولايات المتحدة ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباو أنه اتفق مع نظيره الصيني على عدم خفض قيمة اليوان كيف تعلق على هذه الاتفاقيات بشكل عام بين أمريكا والصين حقيقة عندما دخلت الصين الـ WTO لم يضع عليها شرط أن تكون عملتها لينة أي معنى أن لا يكون مسيطرة عليها الحكومة الصينية لم يكن شرطاً أساسياً أبداً ويحاول الأمريكيون الآن أن يتعاملوا مع الأمر الواقع كما هو أي أن العملة ليست حرة ولا تسعيرها السوق بل تسعيرها الحكومة الصينية والتعامل الواقعي يقول أن هنالك أنهم يفوضونهم على عدم تخفيض عملتهم لأنهم يفوضونهم على عدم زيادة العجز الأمريكي تجاه الصين العجز التجاري الصين إلى أمريكي تجاه الصين وهذه مفاوضات سياسية الحقيقة يعني لم تعد اقتصادية فالضغط الأمريكي الذي تمارسه على الصين يكون من مقابل سياسياً بما أن الحكومات تتحكم في العملة هذه معضلة كبيرة للوئيات المتحدة الأمريكية ولم تستطيع أن تحللها حتى الآن لأنهم لم يضعوا شرطاً أساسياً وعندما أدخل الصين الـWTO من 16 سنة من 15 سنة لكن هل تباطئ النمو بالصين سيكون له أثر في تراجع النمو في العالم بشكل عام؟ الصين تتأثر بتراجع النمو في العالم طبعاً تتأثر كثيراً حتى وقسماً من العالم يتأثر أيضاً بتراجع النمو ولكن ليس بنفس المقدار يعني نرى أن ألمانيا مثلاً انخفضت صادراتها إلى الصين في العيون الأخيرة والاستيراد الأوروبي من الصين مكانك روح لم يزداد لما ضعفها قليلاً حسب الدول على الأقل إذن نتيجة الصين تلعب دور ولكنها هي حساسة أكثر من باقي العالم حساسة على الصين أنا قلت على هذه الشاشة مرة عندما حصلت الأزمة الأخيرة وانخفضت الأسواق بسرعة نتيجة انحصار النمو في الصين قلت أن ذلك لن يؤثر كثيراً على البورصات بعد فترة لأن الصين لا تلعب دوراً كبيراً في تصدير البلدان الغربية نعم بل بالعكس فالبلدان الغربية تلعب دوراً أكبر في كثير من الاستيراد من الصين والبرهن على ذلك طبعاً هو الفائض التجاري الصيني الذي يروح 250 مليار في السنة نعم كما تعرف دكتور شبل أيضاً أن هناك مستهدفة معينة تسهدفها الصين في تحقيق نموها هل تعتقد أن اقتصاد الصين ما زال قادر على أن يحقق النمو المستهدف هذا العام؟ بالنسبة للعام الكل يتكلم الآن على 5-6% المشكلة هي ما هو شكل النمو الآتي يعني ابتداء من السنة المقبلة سيتساءل العالم هل سيبقى قسماً كبيراً من النمو الصيني مبني على التصدير أم سيكون النمو أكثر يزعب أكثر باتجاه الاستهلاك الصيني والنمو الداخلي وهذه حتى الآن وهذا ما يفوضه الأمريكيون أصلاً مع حكام الصينيين إذ يقولون لهم يجب أن تكملوا المشوار وتحولوا اقتصادكم من اقتصاد خارجي لأقتصاد داخلي إلى ما هنا لهم ولكن أنا لا أعتقد أن استهلاك الصيني الداخلي سيستطيع أن يؤمن نمو أكثر من 4-5% نعم نتيجة القوى الشرائية في الصين ونتيجة فائد الإنتاج الموجود في الصين يعني هناك فائد الإنتاج كبير في الصين لا تستطيع الصين أن تمتسه فالقوى الشرائية في الخارج أي الأمريكية والدول الغربية أكبر بكثير من القوى الشرائية في الداخل وبالتالي أرباح الخارج أكثر من أرباح الداخل لذلك لا أعتقد أن ما يتوقعه الغرب والأمريكيون من الصين سيحصل طيب لو تحدثنا أيضا عن أوروبا يعني ارتفاع السندات الأوروبية بجلسة الأسبوع الباضي ما هبوط الأسهم الأسبوعين وارتفاعها في نهاية جلسة الأسبوع يعني كل هذه الأمور على ماذا تدل برأيك في أوروبا على انحصار النمو في العالم وليس في أوروبا لأنه في أوروبا الوضع يتحسن قليلا نعم يعني منطقيا لا يجب على السندات الخازينة أن ترتفع بل يجب أن تنخفض قليلا إلا أن انحصار النمو على القرى أردين سواء كان في اليابان أو آسيا أو آخر آسيا أو دول أخرى في العالم البريكس كلها كلها تدل على أن النمو الخارجي ضعيف وبالتالي رأينا سندات الخازينة الفوائد ترتفع منذ فترة ولأن بدأت تنحصر قليلا أو تثبت على هذه المستويات بانتظار أن يرى المستثمرون في أوروبا كيف ستتحول عالم أو كيف يستكون النمو العالم في الرابع الرابع من هذه السنة طيب ماذا عن وضعي السياسة النقدية في أوروبا؟ سوف يتفاعلون بقوة للدفاع عن مستهدف تقريبا صدوق التضخم أيضا قريبا من 2%؟ طبعا دراجي والبنك المركزي الأوروبي سيريد ويبقى للدفاع على 2% يعني حوال 2% لأن المشكلة أنه إذا انخفضت تضخم كثيرا وكما هو حاليا الآن فالاستهلاك لا يزداد بسرعة وأن ارتفع التضخم كثيرا أيضا فالاستهلاك يزيد في سرعة ويؤدي لتضخم أكبر فيرتقي الاقتصاديون أن حسب التجربة حتى الآن يعني ممكن أن تتغير في المستقبل أن الـ 2% هي هدف والتيسير الكمي الذي يسير فيه دراجي هدفه واحد فقط هو رفع التضخم إلى حيث يكون بالنسبة 2% لأنه لا يستطيع أن يجبر المصارف أن تعطي من القروض للقطاع الخاص ولكن يستطيع أن يحاول أو يحاول أن يرفع من التضخم في أوروبا ليصل إلى 2% بحيث تتمكن المكنة الاقتصادية أن تعمل لحالها أن تدور لحالها بدون مساعدة البنك المركزي الدائم طيب لو تحدثنا عن البنك المركزي الأوروبي يعني هل هناك إمكانية له بزيادة وديرة برنامج رائع السندات في منطقة اليورو مع استمرار معدل تضخم المنخفض مقاراة بالمستهدف الرسمي أم لا يعني البنك المركزي الأوروبي قالها في فترات عديدة أدراجي وتصريحات أخرى لقيدة مركزي أخرى يخافون من انحصار التضخم نعم لأنه ذلك يؤدي إلى حالة كما حصل في اليابان في التسعينيات وبالتالي سيعملون كل ما بواسعهم حتى أن يضيفوا تيسير كمي من 70 مليار إلى 98 مليار في المستقبل إذا لم تتمكن العجلة من الحراك ولكن من الواضح منذ بضعة أسابيع أو أشهر قليلة أن العجلة الاقتصادية الأوروبية بدأت تعمل بشكل معقول ولكن الاستيراد العالمي من الأوروبا لا يرتفع كثيرا وخاصة من ألمانيا فبالتالي درى أن الدول التي كانت تعاني كثيرا من انحصار اقتصادي وانخفاض التضخم بدأت تتحسن أحوالها بينما ألمانيا بدأت تسوء أحوالها قليلا وفي بعض القطاعات وبالتالي البنك المركزي الأوروبي يعمل ما يستطيعه لكن لا يستطيع أن يؤثر على الفوائد أبدا الآن لأن الفوائد كما نرى سواء كانت العشر سنوات فهي 0.6 في ألمانيا بالمئة والفوائد قصيرة المضى حوالها الصفر وبالتالي لا يؤثر على الفوائد كل ما يستطيع أن يفعله هو ضخ أكثر وأكثر من السيولة معنا عبر هواء مباشرة من باريس دكتور جبل السبع السادة الاقتصاد في جامعة أصاربون بباريس شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدين ننتقل في الفصل قصير ثم نعود بقوة معنا اشتركوا في القناة